مشاهدنا عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الأمني أستاذ أمير السعدي أهلا وسهلا بك أستاذ أمير في هذه الساعة الخبرية نبدأ معك من نتائج عمليات وثبة الأسود وما أسفرت عنه من نتائج ميدانية وأيضا أهمية العملية في تأمين المناطق الصحراوية وأيضا المناطق الحدودية مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم الكرامة ودعنا نذكر بأنه لم يتوقف جهد الاستباق لضربات نوعية لفلول تنظيم داعش التي قد تنتشر في بعض المناطق الصعبة التبغرافية والمعاقدة التضاريس وليسيما أن أتكلم عن سلسلة عمليات كانت بإشراف وتوجيه مباشر بلقاءات على أرفع مستوى من قبل القائد العام قوات المسلحة السيد محمد الشاعر السوداني مع القيادات الأمنية قيادة جهاز مكافحة الأرهاب قاتل العمليات المشتركة الأجهزة الاستخباراتية ثم لقاء مع الوزراء الأمنين المعنيين بملاحقة ملفات تنظيم داعش الإرهابي كما أن هناك جهد كبير من تلك القوات الماسكة للأرض بمتابعة استخباراتية كبيرة تكللت بجهد استخباري يتوافق مع عملية على قد تقدير وثبة السود نتكلم هنا عن نشاط مخابراتي أولا قامت به جهاز مخابرات الوطن العراقي الذي تقاطع بمعلومات واستقى أيضا بعض الإشارات الواضحة لحركة فلول تنظيم داعش الإرهابي في تلك المنطقة من جهاز الاستخبارات نتكلم عن مديرات الاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع وكذا الأمر مع وكالة التحقيقات والاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية وكذا الأمر مع جهاز الأمن الوطني لا يمكن إغفال هناك تعاون على الأرض قد يكون بتقاطع المعلومات والاستفادة من الحركة الاستخباراتية لأنشطة قوات التحالف الدولي بملاحقة فلول تنظيم داعش بتعزيز المعلومة التي يتحصل عليها جهاز الاستخبارات العراقي أي هناك عملية تأكيد على صحة المعلومات وملاحقة تلك الفلول أنا أتكلم هنا عن الحركات النوعية والاستباقية لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي هذه إشارة واضحة ورسالة إلى كل العالم بأن هناك قدرات وإمكانات لقواتنا المسلحة وإجهزتنا الاستخبارات هي متعاظمة تستطيع التعاطي مع أي عمل إرهابي لا سامح الله في المنطقة أنا أتكلم هنا في العراق وفي المنطقة على العموم وليس هناك خشية من عملية ارتداد تنظيمات داعش الإرهابية من خارج الحدود العراقية وتكون المنطقة الأقرب هي الحدود السورية كما إنها إشارة واضحة إلى كل العالم بأن خطر تنظيم داعش لم يمنع ولا سيما المعلومات المستقات أو المستخلصة من تلك الأجهزة التي تم التحصل عليها نتكلم هنا عن أجهزة الحاسوب أو اللابتوب والمعلومات الوثاق التي تم استحصالها قد يكون نشاط تنظيم داعش في هذه الخلايا التي تم الإجهاز عليها خارج حدود العراق أذكر خارج حدود العراق وبالتالي هي تأمين ليس للعراق بل تأمين لكثير من مناطق العالم وبالتالي التعاضد الأمني والاستخباراتي والعملياتي مع قوات التحالف الدولي ونتكلم هنا عن اتفاق مكافحة الإرهاب قد يفعل ويأخذ بنتائد شراكة حقيقية في المستقبل القريب وتأكيداً على ما ذهب عليه القادة العامة قوات المسلح محمد إشاع السوداني لا توجد حاجة ماسة ببقاءة تلك القوات على الأرض لكن ممكن أن يبقى التعاون مفتوح مع تلك القوات بشراكات مفتوحة وأذكر قد تم إرسال مستشار الأمن القوم العراقي السيد قاسم الأعرجي إلى حلف النيتو في بروكسل لمزيد من التعاضد مع قوات حلف النيتو والانتقال إلى مرحلة بالتعاون المشترك بين تلك الأطراف ومحاولة تقنين وجدولة قوات التحالف بتواجه على الردان العراقي وبالتالي هذه العملية لها دلالة واضحة بأن قواتنا المسلحة هي دائما جاهزة ولديها ضربات استراتيجية في عمقها العمليات بعيدا عن ما يتقوله البعض ويقلل من أهمية وقدرة العمليات التي يقوم بها العراق وأذكر أيضا بأنها لم تكن هذه العملية الأولى سبقا قام قواتنا المسلحة وإجهزتنا الأمنية والاستخباراتية بضربات نوعية على فلول تنظيم داعش في منطقة كوركوك في بغادي الشاي وأيضا سبقها إنزالات في مناطق معقدة جدا في سلسلة جبال حمرين وبالتالي كانت هناك عملية أيضا متوافقة من قبل أجهزتنا الاستخبارات نية في كوركوك استطعت أن تجز على أحد قيادات تنظيم داعش الارهابي كما أيضا هناك عملية نوعية أخرى من الحج الشعبي توافقت مع تلك العمليات ووثبة الأسد بضربة نوعية أيضا لأحد قيادات تنظيم داعش وبالتالي نحتاج أن نكلل هذا النصر باستثمار الفوز بشكل حقيقي حتى نعطي رسالة واضحة إلى الداخل والخارج العراقي بأن لدينا أجهزة استخباراتية دائما جاهزة وتستطيع أن تستبق العدو قبل أن يقوم بتهديد أي أمن والأسيام العملية الأخيرة التي تمت في كوركوك كانت هناك نية مبيتة لتلك الخلية الإرهابية بعملية قيامها بأعمال إرهابية قادمة في المنطقة طيب سيدة أمير كما هو معلوم وحضرتك ذكرت بأن هذه العملية تم بعد جمع معلومات لعدة أشهر إذن برأيك هل طبيعة المنطقة كانت تحتاج لهذه الفترة الزمنية ليتم فيها تنفيذ العملية عسكريا هل كانت تحتاج لهذا الوقت من التخطيط؟ أحسنتي هذا السؤال مهم جدا دعني أن أذكر بأن أولى المنطقة مفتوحة ومعقدة بنفس الوقت بها كثير من المغارات وبها كثير من المفازات التي يمكن أن أتخفي بها استخدام تنظيم داعش الأرهابي في تلك الخلاياة بموظفات متعددة ومتفرقة المناطق في منطقة مفتوحة وقام بعملية تمويه كبيرة حتى لا تستطيع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وعلى أقل تقدير الطائرات التي تقوم بعمليات المسح والمراقبة والرصد في تلك المناطق بين الفينة والأخرى من قوات التحالف الدولي ومن قواتنا المسلحة متمثلة بطران الجيشة والقوة الجوية أو طائرات الدراونز عبر الجهد الاستخباراتي والمخابراتي وبالتالي هو عميدة إلى عملية تضليل أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية ولهذا نرى بأن العملية سحتاجت كثير من الوقت لوصولنا إلى معلومة دقيقة للتأكد من هذه المناطق هي ما زالت مظافات حية وتستخدم من قبل تنظيم داعش الأرهابي في هذه المنطقة وبالتالي نذكر بأن المنطقة أيضا معقدة من ناحية البعد الجغرافي عن أقرب نقطة قد تكون محددة آهلة بالسكان هي لديها مناطق ومفازات بعيدة حتى لا تجلو بشبهة ولا تخلق عنصر المتابعة وبالتالي أذكر قياداتنا الأمنية وقيادة العملية المشتركة نحتاج أن نرجع كثير من المناطق التي تم النزوح منها نتيجة وجود حركة متابعة ومكافحة إرهاب تنظيم داعش أنا تكلم هنا على القرى النائية والبعيدة أو حتى بعض البدو الذين يعتمدون نظام الرعي في تلك المناطق على تدعيمهم وتحفيزهم مرة أخرى للعودة إلى تلك المناطق حتى يكونون هم جهد الاستخبارات الاستباقي كعنصر أولي على الأرض قبل أن تقوم العمليات والأجزاء الأمنية وبالتالي نرى بأن مدة العملية للوصول إلى الحقائق المطلقة على الأرض تؤكد بأن هناك جهد كبير وأيضا عمل مضني وشاق من قبل أجزاء الأمنية حتى تصل إلى حقيقة ما يجري على الأرض من قبل هذا التنظيم الإرهابي وتكون الضربة دقيقة وتأتي أكلها للإجهاز على تنظيم داعش الإرهابي في تلك المناطق طيب أيضا كما عرفنا من أهم نتائج هذه العملية قتل ستة من أبرز قيادة داعش الإرهابي كيف ممكن أن نعلق على هذا الموضوع وإذن إن إعكاس هذا الموضوع على إجراءات وخطة مكافحة الإرهاب طبعا نذكر بأن القيادات لتنظيم داعش الإرهابي لا تتوقف عند حد يعني هي ليست المعضلة الكبيرة لكن مهمة جدا لأنها توقف نشاط كثير من خلاياه المرتبكة والمنتشرة في بعض مناطق العراق لحد هذه الساعة كان هناك عملية متابعة وملاحقة كبيرة لأي نشاط إرهابي قد يكون عبر يعني عصر واحد أو خلية قد يكون عدد أفرادها من 3 إلى 5 أشخاص أو قد تنتشر إلى أكثر من ذلك في بعض المناطق بارتباط خيطي وبالتالي نرى بأن الإجهاز على قيادات مهمة من هذا التنظيم الإرهابي وليسي أن نتكلم هنا عن تسليح وتجهيز ومال ثم عملية زيادة نشاط توزيع حتى بعض الأموال يعني عوائل تنظيم داعش الإرهابي أو خلاياه لتجديد نشاطها أو لجذب عناصر جديدة لهذا التنظيم الإرهابي ولسيما العملية الأخيرة التي تم إظهارها العلان قبل يعني عملية أو بعد عفوا بعد عملية وثبة الأسود كانت هو بقتل أحد عناصر تنظيم داعش لا يتجاوز عمره 17 عام وهو قام بالانتحار كان هناك أحد الأفراد قد قدمه انظر إلى الخطورة قد قدمه من الولايات المتحدة الأمريكية وبعد ثلاثة أيام تم ملاحقة نشاطاته وحركته في العراق ثم متابعته والإجاز عليهم مع العنصر الإرهابي الذي معه وبالتالي هذه الخشية أي هناك خلية تحتاج إلى تدعيم بالسلاح والأموال وبالتالي هذه الأموال وهذا السلاح يحتاج إلى بعض المفازات وبعض المظافات والقيادات وبالتالي قتل تلك القيادات وانهاء تلك المظافات وقطع سبل التمديد أنا تكلم هنا عن الدعم اللوجستي والمالي سيكون مفازة نصر كبيرة لقواتنا المصلحة وللعراق وللمنطقة على العموم لأن هذه المفازة نقطة جهورية جدا مهمة بالتالي القضاء على قيادات تنظيم داعش الإرهابي شكرا جزيلا لك الخبير الأمني كنت مغي مباشرة أستاذ أمير الساغدي شكرا جزيلا لك